ثورة الرابع عشر من أكتوبر ثورة ولدت من رحم ثورة وفي ذروة عطائها وتضحيات أبطالها كانت تعبيرا عن الإرادة اليمنية الواحدة كيف لثورة كهذه أن تتحول إلى مناسبة جهوية وإلى حفلة استعراض لصور هذا أو ذاك ممن فقدوا البوصلة في لحظة يأس صنعها أسوأ من أتمنى على الدولة والثورة جاء الثورة أكتوبر في شكل ارتداد عنيف لملحمة الدفاع عن ثورة سبتمبر التي كان لأبطال الجنوب الإسهام الأكبر فيها فكان أن تسلحوا بذات الأسلحة والإرادة والعزيمة لإنجاز وثبتهم الشجاعة باتجاه استقلال الجنوب اليمني المحتل وإسناد الجمهورية بروح جديدة رسخت العهد بالانتماء للأرومة اليمنية وللوطن والجغرافية والتاريخ الواحد من جبال ردفان كانت البداية وكانت الانتفاضة وكانت تضحيات الكبار لكن ثورة كهذه كبرت والتسعى نطاقها والتحمى في رحابها مناظلون أفذاد من كل الأنحاء والمشارب السياسية والفكرية وتلقفتها النخب السياسية والأحزاب والتشكيلات المدنية والفئوية خصوصا تلك التي كانت تنشط من عدن فأصبحت ثورة شاملة وتقاطعت في ساحة هذه الثورة المجيدة إرادات دولية وإقليمية لكن الثوار مضوا في طريقهم وتجاوزوا العثرات التي وصلت حد انفجار حرب أهلية في عدن على مشارف الاستقلال أربعة أعوام من الكفاح أجبرت المستعمر البريطاني على مغادرة أرض الجنوب كان الإنجاز بحجم الثورة